اشتركوا في القناة ايه اقتراحتكم يا أسازة بالفضل؟ طبعاً مفيش داعي يأكد لكم ان عشور بيه هو الوحيد اللي يملك ما ينفس قرار الإزالة إذا كانت الأرض والمباني ملكه عشان كده هو بيعرض حاجة من اتنين إما إنه يدخل مع شريفة هانم شريك بالنص في أرض ومباني المؤسسة يا إما يشتري الأرض وتفضل المؤسسة مؤجرة منه لكم وهو في الحالتين ضامن إن قرار الإزالة يقف أو يتلغي رأيك إيه يا أستاذ حبشي؟ الله في ضوء الظروف اللي بتواجهنا أنا شايف إن العرض معقول وممكن التفكير فيه كلا هذه مصيضة معدة بذكاء وخبز ارفضي يا شريفة هانم ارفضي ومن بكرة حتتحول المسألة من مؤسسة إلى قضية رأي عام إحنا مش محتاجين لأنصاف الحلول وده بالتحديد رأيي برضي أستاذ مصطفى إحنا متشكرين جدا يا أستاذ أبو الفضل بس إحنا بنقول لا مش حنبيه ولا حنشارك أمين يحصلوا ده وما تقولوا ليش إلا دلوقت تكارتك عارف يا دكتور أصل الموضوع 13 فجر عايد لا أبدا ما أخدتش بالي ولا حد أقلي معقول الكلام ده أمين يتقبض عليه والنيابة تحقق معاه عشان إيه شوف يا دكتور أنا مروحتش نوسة من زمان من يوم ما عرفت إن زهرت جوزت وبعت أرضها وخدت جوزها وابنها ورحوا برصعين لكن أنا عارف بلدنا كويس وعارف طبع الناس هناك الدكتور أمين من طينا تانية خالص ولا يمكن يستريح معاه أصدق تقول إن أهل بلد هم للتهمون مظبوط يا دكتور وأنا سمحت كمان أكتر من كده أهل البلد كان حايفتكوا بأمين ونوالوا ممدوح لولا البوليس أنقاذهم للدرجات دي؟ أيوه وعارف كمان مين اللي كان بيحرد على أمين؟ صبح ابن عامه ش ممكن؟ لا ممكن الناس بتتغير الله بتلم هدومك ليه يا أمين؟ ما خلاص الطب الشرعي أسقط عنك أي اتهام والنيابة أفرجت عنك إيه ونيابة أفرجت عنك بصحيح يا عمي بس الوزارة بغافتني عن العمل والنقابة بعتها تستديني عشان يحققوا معاه ليه دا كله يا ابن؟ ليه؟ يا ريت نعرف ليه؟ يا ريت دنيا عدت مرمي في السجن خمس أيام كل يوم باسأل نفسي نفسي السؤال وحفضل اسأله لغاية أم موت للاقي إدابة أنا سألت كل الناس من العمضة الأصغر فلاح فيها عرفت إيه اللي حصل لكن مش فاهم سببه سببه؟ البلد دي عمي فيها عشر تلاف نسمة يعني فيها عشر تلاف سبب وكل سبب منهم أغبة من التاني وأجهل منه وأبشح وأفزع ليه المرارة دي كلها يا أمين؟ دي مهما كانت بلدك وأهلها أهلك بلدي وأهلي؟ بقى دي بلدي ودول أهلي؟ طب تعالي عمي بص تعالي بصي بالشباك شوفني خارجي زي؟ أنا خارج في حماية البوليس البوليس بيحميني من أهلي وبلدي طب نواله ممضوح جايزة هم ناس أغراب صيح حاولوا يخدموا الناس وحاولوا يساعدوهم لكن مهما كان دول أغراب بإزاي؟ دول ما تولدوش هنا ما عاشوش هنا ما لحبوش في حوالي نواسة ولا في أجرانها ما عادوش ياكلوا عش مراحرح وجبنا قديمة على طبلية واحدة مع الناس دول اللي وقفين والكره ما لعنيهم خلاص خلاص ما عادش فاضل غيري داني أمين أمين ابن عبد السطر شحاتي داني سبت مصر سبت المستقبل والفلوز ورجعت الناوسة عشان أحيش وسط أهلها أقوم أخرج منها في حرصة الغافر والعساكر طب مش هتفوت على داركم علشان تسلم على حج زمزم عمتك حج زمزم؟ ربنا يكون فوانها بقى ممضوح هتنقل خلاص دوا أنا الوزارة ونوال كمان كلنا نزلين مصر يمكن تكون أحنة علينا من نواسة ما عندك حق أول مرة أنزل مصر وأنا عايز أستخبر وأدري نفسي على الناس كلها بالعكس مصر دي مولد مولد دا سبت مضوح لحد فيها فاضي يبص في وش التاني ولحد عنده وقت يسأل التاني انت جاي منين وجاي ليه بكرا حنقابل اللي هباحلاقفه والشينا إسألونا بالنسباني أنا عائلتي وقريبي وزمائلي في أدوان الوزارة لا يتطمن دوني يمكن يتصادرون أنت اللي سعيدة تطنقي المصر عشان تهرب من الغربة والقرياف دا إذا كانت أخبار ناوسة ما وصلتهمش وأنا متأكد إن الوزارة كلها دلوقتي عرفت من الوزير لأصغر ساعي تعال يا يوم تعال هتلينا اتنين اهو مظبوط مش تشرب اهو وردو؟ اه عريحة لو سمعت واحد مظبوط واحد عريحة الكلام هياخدنا وبردو لسه مقولت ليش ايه اللي انا نسيته ومخلينا قاعدين هنا نوال يا مندوع نوال انت ناس ان احنا سبناها في المنصورة عشان ترتب امورها وتحصرنا في القطرة اللي بعدين على طول اه بس احنا ما انتفقناش ان احنا نستنيها هنا ايه وام احنا ما فكراش في الحكاية دي بس انا فكرت فيها بقى و احنا جايين في القطر فكرت في ايه بالزبط؟ نوال ملهاش حد في مصر اه تقصد يعني حتروح فين؟ ممكن تروح فين هنا؟ طبعا مش معقول حتنزل في لوكان دا اي كلام وبعدين امكانياتها ما تسمح لاش انها تنزل في قطرة المحترن وانتوا بقى عادتوا تكلموا في المواضيع دي كلها مجدش فرصة هو فوسط الهوجة اللي احنا كنا فيها دي اخويا كان حد فاضي يفكر في حاجة طب ما دي مشكلة طب والتحل ازاي بقى امين دي؟ ما هو مبدئيا احنا نستنعي هنا ونشوف هي مرتبة ايه لنفسها وعلى الاساس دا نتصرف وعلى كل حل انا عندي حل معقول ايه؟ تتجوزوا وتعودوا مع بعض؟ جرائه ممضوح ايه تتجوزوا دي؟ هو الموقف ناقص عشان نتطريق على بعض؟ انا اسف امينة ولو اني ما بتريقش انا شخصيا مستعدة تجوزها دا طبعا لو ما كانش عندك مانع وبعدها لك يا ممضوح بقى وبعدين انت وشك كده بيقول انه جواك حاجة تغلي وعايزة انفجر وانت في ايه جواك يا امين؟ لوح تلج؟ خلاص؟ تجوزت الصدمة واستعدت توازنك ونسيت المحنة اللي احنا فيها؟ نسيت انك ماشي مطروض من بلدك ومقوف عن عملك متقدم للتحقيق قدام النقابة؟ نسيت ان انا ونوال في 24 ساعة اتنقلنا متقدمين للتحقيق لمجهزاتنا اداريا؟ بعد ما نفتنا بعجوبة من تهمة جنائية؟ انا ما بتكلمش في الموضوع دا ومش عايز اتكلم فيه من اصله انا بتكلم على تعليقتك الغريبة عني انا ونوال ومتحاولش تغلوش على المسألة انا ما بغلوش على حاجة ومش فهم حاجة ومش عايز افهم وارجوك لو سمحت يا امين ارجوك ما تحاولش تستطدن من اي كلام بقوله يبقى اخلاص انت تسكت خالص يا مورية اغبار اخر ساعة طيب فضلوا شوفوا بانيك وقرب يا سبت جرائد النهاردة كلها كاتبة عن الموضوع دا كل الصحفيين اللي اتصلت بيهم وتحمسوا للقضية ومكذبوش خبر اريني فين يا سيد بالظبط؟ عندك في الصفحة التالية وانت ورداني عندك في الصفحة الرابعة والموضوع اللي عندك يا شلبايا في عمود الرأي في الصفحة الأخيرة هذا الموضوع الرائد يجب ان لا يمس الله اكبر ارفعوا ايديكم عن هذه التجربة الرائدة جاءني الاديب الشاب ينطفض غضب وحماس حتى اشفقت عليه ولكنه لما روا لي ما حدث في شارع الفوال اصبحت اكثر من غضب وحماس وتسألت في عجب اهذا هو التشجيع الذي نقدمه لكل مواطن يريد ان يشارك في حل مشاكل مجتمعك بالجهد الذاتي ودون الاعتماد على الحكومة؟ ربما اخطاء الذين اقاموا هذا المشروع الرائد في تجاوزهم لقانون التنظيم عن عمد او عن حسنية حسنية بقى اه حسنية شاطر العاط جدع وربما تعارض هذا التجاوز مع جماليات التخطيط الجديد للميدان وان كنا نشك في ذلك ولكنهم لم يفعلوا هذا البناء ملهه او كباريه او معرض للسيارات او بوتيه ايه؟ حلو كلاما او 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 بل فعلوه ليقدموا لابناء حيهم مدرسة ومركز للرعاية الطبية ومشغل للعمل المفيد المنتج ان لوائح التنظيم لا يجب ان تكون معولا يهدم تلك الفكرة النبيلة وعلى السادة العباقرة الذين اصدروا قرار الازالة ان يفكروا الف مرة قبل ان يحاولوا تنفيذه هايل يا عبد الرافع هايل يا مصطفى هتتهاد وكل الكلام اللي بيتقال ده مش هيجيب اي نتيجة بالعكس بقى ممضوح انا شايف قد دي خطوة زكية جدا قد تلاقي عبد الرافع واللي وراها اكيد ضغط رقي العام هيوقف قرار الازالة غريبة انا باستغرب يا اخي بعد كل اللي حصل في ناوس ده وانت برضو لسه متفائل الظروف هنا مختلفة يا ممضوح انا ما عنديش استعداد انا اقشك يا اه انا زمان من قطر فيه نوال زمان وصل على رصيف وقاله خمس دقائق يلا بينك انا عايز اعرف ايه اللي وصفة للحكاية دي للجلايد وات كتب صغير يا ساعدت البيس مع عبد الرافع مختار من الشلة اللي مخوطة شريفة النوازاني ولو صلة بالصحفيين والقدباء والجماعة دول وسبتوا ليه لما يهبب الدنيا بالشكل ده انا انا ححوشه ازاي بس يا ساعدت البيس مش عارف تحوشه ازاي يا فصيح وعمل لي فونته وداهية وامتكتكاتي انا اقصد يعني ان انا انا مجدش متوقع ان حيعمل اللي عمله ده ياهي يعني خدك على اخوانا اه لما تبقى عارف ان الوقت دهة جرونالجي ولا قداباتي ولوه سيجك مع الناس دول كان لازم تقدر وتعرف من الاول انده ممكن يحصل تقوم تحوط عليه واتدهلز المسائل لكن الجنجمة دي مليانة هواء والهوا اللي هنا بيصفر بس وعمل لك شوشرة بالاوانطة عموما ساعدت البيل المسألة لسه في ايدينا وللي وقيعت صلح ازاي خفيف ستسحب الجرايد اللي بقيت في ايدان الناس وعلى مكاتب الوزر والمسؤولين بالراحة علي يا عشور بيه بالراحة علي مش ابو نواس الله يرحمه قال وداويني باللاتي كانت هي الداؤ نعم أخويا يعني زا كانوا طالونا النهاردة بالجرايد نطولهم بكرة برضو بالجرايد وزا كان النهاردة في صحفيين قالوا الكلام ده بكرة صحفيين تانيين يقولوا كلام عكسه آه تقصد يعني بالظاف تاسعاد تلبيه اهو كده اهو كده الهوى اللي جوه ما بقاش بيصفر بالقوانطة بقى تراوى تراوى بتهافف وانا حب التراوى عندي منها كتير قوة يا ساعد تلبيه وموجوده تحت امرك طب قولي قولي ازاي التراوى دي بقى تبقى نسيم نسيم عليل يرد الروح افندم رجعنا للهوى تاني معلش نعلمك ونأكل من بيوتنا اسمع زهير افندم الوادر اللي اسمه عبدالرافع مختار ده ما له يا ساعد تلبيه انا عايزه يشغفني بالزيارة هنا وقبل ما يشغفني توضب لي ملف عنه ملف من بتوعك تحت امرك يا ساعد تلبيه حيحصل خلاص يا اسادزة قرينا الجرايد وامبسطنا وسقف بلاش بقى لما اللي ملهاش لازمة دي احنا ورانا شغل طب الاستاذ مصطفى والاستاذ عبدالرافع وشغلهم بالليل عشان الفصول اللي عندنا دراستها ليلية حضراتكم بقى واقفين كده ليه وانا جاي فدت عالمشغل ولقيت البنات مليين ايه يا دكتور على مهنك شوية انا شخصيا مش حب ده شغل الا لما العملية التنظيمية تم ثم الاستوات مع البنات هناك وانت ايه يا ساعد شلبيه مش من ضمن الاستوات ولا ايه لا انا كوماندا ايوا هو الكوماندا وده جزء من التنظيم اللي انا عامله ايوا فيه تسلسل للمستويات تسلسل ايه يا ساعد ورداني انت هتقلبها دوان حكومة من فضلك يا دكتور من فضلك لازم نحدد الامور من البداية ما حدش لو داخل في شغل التاني ايوا اتعندك المستوصف بيت الدكاترة تمارجي الادوية ده مجال اختصاصك اما المشغل ده من اختصاصي انا ده تفكير بيروقراطي ما ينفعش هنا يا ساعد ورداني احنا هنا كلنا مسئولين عن كل حاجة جرائيه يا جماعة نحن نتخالي من اولها ده احنا لسه من اقول يا هادي اسمع يا ورداني خدش الباية وروحوا شوفوا شغلكم حنشوفوا حنشوف شغلكم بس لازم الدكتور الاول يفهم ان التنظيم البيروقراطي خلاص بقى خلاص بقى يا ورداني فانتي مالوش لزوء خلاص تنظيم البيروقراطي يالله مش انا اللي عامله يالله ورداني تزعلش من الورداني يا دكتور تأصلك حديث العهد به لكن لما تعرفه اكتر هتحس انه انسان طيب وجوهره ناقي انما العيوب اللي فيه دي استاذ مصطفى انا ما بزعلش من حد وعرف ان الورداني كده زي ما بتقول بالظبط بس لازم كلنا نتفق على مبدأ المؤسسة دي مش هتوقف على رجليها ولا تحقق اللي احنا بنتمناها الا لو كلنا اعتبرنا نفسنا في معسكر عمل دي القضية زي ما هي واضحة في دماغي ليكم رأي تاني انا معاك يا دكتور ايوا بس احنا اساسا انا اسف الساعة اتناشر وده معاد اول مريض في الفترة الصباحية دخل اول كشف يا حندوق احاضر يا دكتور ايه تحبوا تفحصوا المريض معايا اعوزوا بالله قسم اما لدخلك هنا تاني نمرة واحد انت فينا يا نمرة واحد منتهى الفزازة وصلاتة اللسان مليكش حق يا درش ماهر انسان ظريف ودكتور كويس واسلوبه ده صح وانا شخصيا مؤجب بيه طيب يا سيدي خليك مؤجب بيه انا رايح الحق حصتين بتوعي في المدرسة وانا هنا في المكتب على فكرة امين جاي النهاردة على كل حال مفتاح الشقة معاه ولو جيه على الشارع اكيد هيوصله هنا السلام عليكم مع السلامة يا درش ايه مفيش نمرة واحد مفيش نمرة واحد خالص ايه يا حدوقة فين اول كشف ما عمالنا نادى عليها دكتور ما بيردش خالص تاني مرة تبقى تكتب الاسم انت حاضر نمرة واحد هو ده اول كشف صحي ودخلو هو ده انت يا نمرة واحد قالوه يا نمرة واحد معقولة عميه لبسك ومستنييني ما وحنا لو كنا عارفين انت ناوي هتعملي ايه بعد ما تنزلي مصر كان ممكن نروح ونبقى نتطمن عليك في الوزار قولنا نستناكي ونتطمن عليكي في الحقيقة طول السكة وانا بفكر في الاخر خالص قلت ممكن انزل في اي بنسيون او لوكندا لديك ملاقي ساكن مع حد من زميلي لا بس ده احتمال مش مضمون وبعدين حكاية اللوكندات والبنسيونات دي مش هيا انا عندي حل انا ليا بنت عمي نظرة مدرسة وجوزها معار برا وولادها صغيرين وفي مكان في شقيتها برايك نفوت عليها وانا واسق انها هتراحق بيكي ايوة ممضوح بس ما تقدرش تضمن ترحيبها ده لازم تعرض عليها الموضوع الاول وتصوف ظروف مش جايز يكون عندها منع الله ايه بقى اللي تخليك تحريجها وتفاجئها انا رايي كده برضو وارجوك يا جماعة مفيش داعي تشغلوا نفسكوا بيا انا هتصرف وهقدر لا انا ولا انا عندي حل ممكن يرياحك ويناسبك ومفوش احراج لاي حد ياريت اي هو حضرتك تفضلي مستنيها بس انا مع مضوح واني حوصل المشوار كده ورجع على طول على فين؟ هقولك لما رجعنا انا مش هجيب اكتر نص ساعة عشان طبعا ايه بصرا معا ما تعرفش يا ممضوح امين راح فين؟ من الاسف لا بس طمينا على امين امين عارف ماصر كويس ولو فيها معارف كتير قوي قوي امين الشقة شقيتك طبعا تقدر تتصرف فيها زي ما انت عاوزت متشكر يا شريفة ولو اني متأكد اني نوال لا يمكن تقبل تقعد فيها من غير ما تدفع حجارة ما انت عارف يا امين شقتنا القديمة دي غالي علينا قد ايه دي احنا حتى ما شبناش منها غير هدومنا بس كل حاجة فيها زي ما هي دي ذكريات عمر بحاله والذكريات ما بتتبعش ولا تتقر القنيسة نوال طبعا تتفضل ضيفة عزيزة الوقت اللي هي عايزة سنة سنتين عشرة متشكل يا شريفة اني مقدر شعورك وبشكرك عليها بس اني كمان عارف نوال كويس نوال دي اصلها بنت عنيدة وبعدين حنبلية في كل شيء خلاص اتفق معها بقى اي اتفاق تشوفه مناسب ليها وانا موافقة عليها فضلي على فكرة الشقة هنا هتعجبك اول الشارع كمان بلك انا قل الشارع اللي انت عديته بسرعة وشفته دلوقتي ده بكرة يحفر جواك اذا يمحفر جوانا وبعدين مهما كنت غريبة عنه بكرة تحبيه وتحبي اهله وتحس انك واحدة منهم انا فعلا انبهرت بيه اول ما دخلته يا امين وافتكرت كل الحكايات اللي حكيتها لي عنه حسيت بيه على طول اهم الميزة فيه انك هتشوف يا امين هنا باستمرار ما هالشارع ده مقاره الدائم بقولك ايه انا حنزل في شقة مصطفى وعبد الرافع في عبدين ويالله بينا بقى عشان نسيب نوال تستريح شوية وبالنوبة اقفرجك على المشروع بتاع شريف واحنا هنفضل نتنقل بشمط كده كتير يا اخي ما هي فرصة حد عارف ظروفك بعد كده هتسمعلك تيجي هنا تاني ولا لا لا ما تخافش طول ما نوالي هناك حاجة اتطمن عليها طبعا ومال يعني لو يمتصبوني الواحدي اعودوا باقي لما روح اعملكو شايف بس يا رب الاقي جو تعالي بس شايف ايه مفيش وقت احنا مشين يالله منضوح سلام انا اوال لغايت ماشوفك تاني بقولك ايه ازا احتاجت اي حاجة هتلاقيها في الشارع تحت واهل الشارع هتلاقيهم كلهم تحت امرك وان احوصيهم متشكرة لك معال سلام معال سلام محبا بقولك ايه طيب مقل الك وواف نبلم كده ليه مطيية يا الله بينا خلينا نلحق محاضراتنا راشاط تعالي تعالي ايه في ايه الله 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 لا شباك اتفاتح اهو بس دي مش الشادي الله دي الانيسة نوال أخصائية تنظيم الأسرة في نوسة ودي إيه اللي جابها هنا مش عارف السنة صحيح سمعت إنه متنقلوا من البلد لكن إيه اللي جابها شقة أبويا كامل أهلاً يا أنيسة نوال الحمد لله على السلام أهلاً أهلاً يا أنيسة نوال أكيد الدكتور أمين جاب لها المفتاح من شريف الله هو الدكتور أمين هنا ومالجات لوحدها عموماً كل شيء حيتعرف في وقته يلا بينا بحسن فاضل ساعة المحاضرة إيه مستعجل أوي كيف هي الأيام اللي ضاعت يا فوزي أنا ما صدقت سيبت مكتب أبو الفضل المحامي والحمد لله شغل الجديد في مؤسسة شريفة هاني بطلع بالليل نحضر بقى محاضراتنا إيه ونشوفوا الناس بتوعلي طب بس يلا يا أخويا بلاش حداء يلا الله بصراحة منظر يفرح يا أولاد أنا ما كنتش متصور إن المسألة حتبقى بالحلاوة دي كلها بس للأسف حيهدوه إيه يا باش مهندس يهدوا إيه فالله ولا فالك مش بيقولوا البونة طلع مخالف و والجراية طلعت عليهم كانت حتى كلهم ومحادش حيستجروا يدو طوبة واحدة في المؤسسة الله 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 أهلاً أهلاً يا جل با يا فاني دي إنت فين يا راجل عمال فين أيام الكوز الصفيح وشغل طوانطة بتاع ناوس الحمد لله بقى يا دكتور يقول الله حصل هنا من كم سنة كان زماني لسه بجري وراي العيال في البلد لو بقى إيه أستعد الدنيا ده هو الكوماندا على كل العمال اللي معانا إيه ده هو؟ طب وإمتى يا أستاذ ورداني؟ أني أني إيه يا دكتور أمين؟ روح إله يفك دقتك يا رب إله ينصرك عالظالب إله ينور طريقك إنت ما تعرفش عملت فيها يا إيه يا دكتور الله الله وأنا ما ليش دعوة خلص بالموضوع ده يا أستاذ ورداني خلي دعواتك دي كلها بقى لشريفة ومصطفى وعبدالرافع بدعي لهم بس أنا عارف المسألة كلها بدأت على دك إزاي إنت اللي فكرت القريب بالبعيد وجبت التاه لللي بيدور لكن هو نفسه تاه يا أستاذ ورداني مش بيقولوا باب النجار مخلع نجرايها بشمهندس إحنا جايين هنا ننسى اللي حصل لنا جايين نشمبر حيتحاجة فيها الأمل بلاش بقى كل شوية نقلب موجعنا قدام الناس ونجاحهم معانا طب ما تزعلش يلا بينا نكامل جولتنا عشان عايز أروح ببا أجي معاكم تيجي فين؟ لأ خليك انت شوف شغلك أه بقولك إيه هو عبدالرافع مش هنا؟ لا هو كان هنا كان موجود بس مشي جاله مشوار مفاجئة ومصطفى عنده حصص في الخدوية مفيش في المستوصف إلا صاحبك أخي الصائل أنزحة دكتور ماهر عبدالسلام كده؟ السلام يا والد بالشرفة يلا نمر 15 يقرب عندي انتي؟ فضلي نمر 16 اللي ورا 15 استعد مفضلك دكتور ماهر جوه أيوة بيه بس عدم واغص عنده كشف الحكاية دي يا ستة عايزة تخصص أطفال والدكتور الأخصائي حيكون موجود بالليل إن شاء الله تجيله بابنك الساعة ستة بالظبط وتخشيله بنفس التذكر اللي معاك ما تدفعيش تاني يجمر بخطرك يا دكتور يلا يا حبيبي كنت دي عشان ما تبقاش جيت على الفاضي كده يلا يخليك ربنا ما يحرمني مننا خطال يا ستة اللي بعده يا حندوق اللي بعده يا دكتور مش واحد دول اتنين مش معقول هافرجه عندك إمتى ازاك يا باب الدبرة كاسيدي البشمهدس ممدوح الدكتور مهر عبدالسلام أهلا وسهلا أهلا بيك يا فندل أظن أنت كنت مع الدكتور أمين في ناوسك لا قصدي في التخشيبة يا رجل أنت يا أباش مهندس ما تقلضمش يا أخوي هو مهر كده غاوي داعك ضربها طبانجة أصغر معلش أموما من فرصة سعيدة أنا مضطرة أمشي عشان اتأخرت خليك أنت أمين أنا عارف أنك عايزتها أنا هتصل بيك ضروري بس بعد شوية كده ما استقر شوية أنا عميز نقا إيه دي أزنك وإيه إزمع ممدوح أنت سئلت ولا إيه؟ ممدوح استنى ممدوح إيه أمين الرجل ما استحملش كلمتين وزعل معلش أنا أنا آسف آسف على إيه؟ بلك يا مهر ممدوح ديه كان كتلة من المرح والحيوية والنشاط بس اللي حصل بقى شرخ هو بسولة غريبة جدا خليك إنسان تاني رغم إنه ما تبهدلش زي أنا طبع منتظرك علشان أسمع التفاصيل دي كله بس عشان ما نبراعش وقت نتكلم وإحنا بنشتك مرش كلام الدكات اللي بعده يا حندوقة هي أزيه لسه؟ لسه يا باشكا مراتك شامس لسه غايبة؟ غايبة عن إيه؟ شامس مشت ومش هترجع كلام إيه يا راجل؟ ده بدل ما تقوم تدور عليها وتشوفها راحت فين؟ البنية غايبة بقيلها ثلاثة أيام إيه؟ قلبك مش وكلك عليها؟ مش وكلني يا باشكا مش وكلني وفضها سيرة بقى أم عجاية ده أنت ما كنتش بتطيب وعدها ساعة واحدة وياي ما تخلقت معاها لما كانت تصدف وتتأخر هنا ولا هيدا؟ إيه اللي جارك؟ بقولك إيه؟ اطلع من دماغي دلوقت أنا مش فايق لك لو أنت فجنة هخاف من زعيقك وشاختك ونطرق ده؟ ده من صاحبك وجارك وخايف على مصلحتك وشايفك قاعد حاطت إيدك على خدك ونبطل شغل وكل ما يجيلك زبون تمشيه إيه اللي حصل؟ طلقتها يا باشكا طلقتها رميت عليها اليمين كفاية كده؟ ولا حكيلك الحكام الأول؟ إيه؟ قطول إيه؟ طلقتها؟ إنت تجننت؟ جن لما يجنك يا راجل أنت مرأتي وأنا حر فيها أعطى لقتاك ولا كان لازم أخد إذن جنابك الأول؟ لا كان لازم تتقل لا كان لازم تراعي ربنا في البنية اللي رميتها في الشارع وكان لازم تسأل نفسك هتلاقي حتة تروح فيها؟ هتاكل منين؟ هتلاقي حتة تتويها؟ ده اللي مجنني يا باشكا ده اللي مجنني هتفاكر إنها هتوصل لغاية الميدان وترجع ولا بكتير وحتروح عند حد من الجيران شوية ما حصلتش فكرك لو دورتش عليها؟ ده اللي بقى لي ليلتين ما نمتش ده اللي بقى في المحل من هنا وببرو عن بلك كلها زج المجنون وبرضو مش لقيها مش عارف راحت فيها لا أحاول ولا قوة إلا بالله طب تعالوا 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 بس تعالوا تعالوا خط كده واحكيلي إيه اللي حصل بالزبط اش معنا هو يروح الرحلة؟ أنا كمان عايز أروح وانت مالك ومالك لا انت ولا هو مفيش رحلات يلا نجرع على مدارسكم زمان الجرس حيدرم ماليش دعم أنا عايز فلوس الرحلة ولا كمان ما تديهم يا ماما خليهم يروحوا مع زمايلهم منين يا كوسر؟ القرشين اللي بعتهم أبوكي خلصوا وانت لسا معاد قبضك مجاش هو الشراك الرحلة كام يا أولاد ش AM7 Q خد يا محسن انت ومديحة هنروح الرحلة هيا هنروح الرحلة الجنين اللي فضل وهو يعني الجني haciendo حيخلد ولا يولد يا ماما مش غيتو كان حيمشيها البكرة من هنا البكرة طفرج مادام حتفرج بكرة ما تفرجش النهاردة ليه؟ انتي رايحة فين دلوقتي هم مش ادوكي أجازة ما هي أجازة شغلي برضو يا ماما عموما أنا نازل أعمل زيارات في الشارع ولف على الحبايب وبالمرة أروح لعواطف ما هو فرحة الليلة واجب أكون معاها يعني البيت كوسر هي السبب هي اللي وقع بينكم ما تظلماش يا باشك ما ظلماش زي ما بينه زي الشمس خبصوا بينكم وقوموا حريقة هي بسلامتها جاية هي جبنا في سيرة القط تعالى بس باشك راح فين بعد كله يطلع منك أنت يا بيت نمتك وأنا اللي بقول عليك طيبة وغلبانة حصل إيه يا معادي حصل إيه؟ ما انتش عارفة حصل إيه؟ توقع بين الرجل ومراته جاء تقولي حصل إيه معادي قلتلك ملهاش دعوة ملهاش دعوة تعالى معايا وسبب حالك تو بتتكلموا عن إيه؟ أنا مش فاهم حاجة والله يعملوها ويخيلو الرجل طلع مراته من تحت راسك أستانم رجل مين اللي طلع مراته؟ المعلم زين؟ إذا طلعت مراتك يا معلم؟ اللي حلفت عليها لو سابت المحل تبقى طالب رجب الدمخة ومشت خلاص هي حرة كفاية بقى باشك كفاية بقى وتعلم بينا هو إيه لي كفاية؟ المعلم باشك بيقول إن اللي حصل ده من تحت راسي أنا ليه؟ هو أنا كنت عملتلكوا إيه؟ خبصتي بينهم وقلت لشمس إن زين عايز يتجوزك ما كفاية بقى باشك وإنت نازل راغي زي الحرين كده يلا كوسها الرواحي وسيبت منه هسيبني منه إزاي؟ هو الكلام كده بسهل؟ شمسك قد طلع عشان تسألني إيه اللي خلق؟ بقولك إيه؟ ما كفاية بقى أنا مش عايز أسمع كلام في الموضوع ده لأ لازم أهل الشارع كلهم يعرفوا مين السبب في إنك تطلع مراتك؟ يعني أنا اللي خليته وطلع مراته؟ أمي أنا؟ كدبي يعلم ما حصلش ما حصلش قلهم يا معلم زين قلهم الحقيقة إحنا هنفتح محضر تحييق في الشارع يلا تكلع لله بلاش تلكيك على الفاضي يلا يا أختي وإنت باشك لو فتحت الموضوع ده تاناً هنخل نهارك زي بعض طيب كده المعلم زين؟ يا ابن البلد يا شاح تطلع مراتك وتسيب التهمة مسكة فيها؟ يا بعدي عن وش السعادة يا كوسك ما تلايميها بقى يا بتانت يا بيت وتدفع الخبر مغمول يا تفهمها بقى إن إحنا مش فاهمين حركاتك من يوم ما نزفت الشارع وإنت هاتي أحذر مع الجدعان عيب حرام عليك يا ستة زوبة يا ظهر وانت إيه حشرك يا ودين تواني؟ قامش نجرش الفراق إيه؟ عليش يا كوسك حقيق علي أنا كوسك لو سمحت تروح لعواطف تقادي معا في البيت لغايت معادي الزافة هي مين دي اللي تدخل بيتي يا ودين؟ إياك تهوي بنحيته أنا بقولك أهو يا مين بالله العظيم تلاتة ما حد مزوع مراتي غير كوسك قلت إيه بقى يا ستة زوبة؟ يا خيبك راجل بتحلف علي وعلى بيتي يا عطوة؟ طب استنى لما يبقى لك بيت ما أنا كنت راح بيتي؟ لولعياتك والأيمانات اللي حلفتين بيه عشان نقعب معاك عليش يا كوسك افضل أنت يروح لعواطف بقى كده يا عطوة؟ معليش؟ لو لو فرح بنتخط الليلة أنا كاللية كلام معاك لكن هتروح مني فين؟ أنا بقى حماتك راسمه بأمر المأزون معالم زين الليلة فرحي علشان خاطر تدور على شمس والجبه محدش هيزغرطلي غيرها ومحدش هيرقص بالعصايا قدامي غيرها كمعلم عشان خاطر عليها ولا تخبيش يا زين عمر الظلم مدور جنيه فلا ما اسكنتوا الاتنين الظلم من أهل الظلم مش جارح لكن الظلم أهل الحق بيموت واللي يدار الحق ما يصبحش من أهله يا خسرتك يا بروس لا الشجل دايم ولا النعيم بيدوم لكيام يا ظالم لكيام رح تبات فيه رح تبات فيه مظلوم تعال تعال ما تخفيش خش دي شركتي تعال موسيقى فضال خش خش تعال فضال اسمع اسمع نعم ابعت الوقت بسة جيب كيلو كباب لحمة حمرة مش عايز كفتك بسرعة حاضر يا فضال تعال تعال خش فضال ود يا بسة تعال قواه سنده عليك سنده عليك سنده عليك سنده عليك سنده عليك تعال تعال أعودي استريح استريح أنا بعدت أجيب لك أكل تواطل الكباب بتاكل الكباب بقى وشرب كبات شاك كشر المحترمة وتروائي مليش نفس لا دا بتهيقلك بس أنا حاسس بيكي وعارف قديه أسيتي اليومين اللي فاتوا لكن الحمد الله الحمد الله أنا ربنا بعتني ليك في الوقت اخصى عليك يا زين اخصى عليك فعلا اخصى عليك يا زين اخصى في حد يعمل كده في راجل يرمي امراته في الشارع لحد ما يحصل لها اللي حصل لها دا لا يحاولها ولا أقوة إلا بالله الواتش اشتاوي هو اللي قالي بعد ما تخنقت مع جوزها وثبت له المحل خدت بعضها وطلعت تمشي في الشارع من غير ما تعرف هي رايحة فين ولا جاية منين والظاهر انهم كانوا قطرنها القصد أول ما الليل دخل في الغميق كانوا موضبين المسائل وهب لقت نفسها في الكمين وراح البوليس بتاع الأداب شايلها يا مهر يا جراء ده شغل قبلسة قط صوتك والظاهر انهم كانوا بيرسموا عشان يجروا جوزها الاسم ويستلمها هناك ويعملوله فضيحة لكن البنت ما قرتش بحاجة ما قالتش انها متجوزة ولا جابت سيرة زين من أصله اضطروا يقلبوا الاسطوانة وظهر ابو علي في الصورة وقال انها بتشتغل معاه في الشركة وضمانها وطبعا البنت ما كانش عندها دوسيف الأداب وعشان كده سابوها طب وبيعملوا كل ده ليه يا سي شبعاوي ده بنت غلبانة وجوزها راجل جدع هم مش عايزين الراجل يفضل جدع عايزين يكسروه شايفين انه شايف نفسه في الشارع وممكن يدايقهم وعشان كده عايزين يسلكوه عشان يدخلوا على أرض فضية ومفروشة بالحرير انا انا مش فهم حاجة خالص يا سي شبعاوي انا مش فهم انا مخي برجل خالص خالص هم اخوانا دول مش غرضهم يوضبوا الحي ويهيقوه ولا ليهم غرض تاني من امتى؟ من امتى حسن فتح الباب بيخش على لمة خير؟ أصلك ما تعرفوش اسألنا انا عنه يعني احنا كده في السكة احنا بنتفرج يا صاحبي وساعة ما المسائل تجيب خال نخلع على طول تجيب خال على كده دول نوين للشمش على نية شودة مقدرش اقولك نوين على ايه لاني معرفش لكن الحكاية بتتعرف بالعقل ودورها انت بقى في مخك ادورها منك لله يا حسن يا قطة منك لله انت الشبب الاكل يا شمس الاكل يا زين عايز ان مم حنالة نام الاكل يا شمس الاكل يا زين عايز ان مم حنالة نام انت عاملينها دي زين مش هنا ولا شمس هنا ومافيش اكل من اصله ليه؟ هي انت؟ نهيبة ولا نهيبة؟ ده شرط في العقل تلت وجبات يوميا لسيد حسنين الفوال الشهير بحسنين قطة ومثلوها للسيدة حرمو السيدة حرمو توفيت الى رحمة الله يبقى بدالها المرحوم زيدان عبد المولى كده ولا لا يا معالك واي مخالفة في العقد على طول فيها محكمة حسنان يروح ارافع الدعوة وانا اترافع رافع؟ لا اله الا الله طيب ام معي ام معي وانا حابعت اجيبلكم الاكل لا انت يا كداب يا باشكة اكل نفسك الاول لو انت فاكر ان احنا بنشحط ولا بناكل ببلاش ده بقية العقل اجلي اجلي روح انده المعلم زين وقول له بلاش يستخبع عيب وقل له ما يتأخرش عشان احنا ورانا اشغالنا ايوة انا ورايا السوبر ماركت بتاعي سايبل واحده والفرن مولع واللي بقى لوه هتتحالق فيش فايدة عليها العوض ومنه العوض تيجي نفتحه مازلن يلا يا قطر الاكل يا زمس الاكل يا زم الاكل يا زم عايزنا مامة حنالة بالال انель الاكل يا سفاة عايزنا مامة حنالة بالال ايوة الاكل يا زم الاكل يا زم يا سipse ما انتش هايفه خلياص مشيو السكة امان لا مش طالعا لما يتخفوا خامس افت مفيش خلياص الله دول اتنين غلابا محدش فيهم عديزي وحد يواصل ولو يا فرغالي دول كل ما ادعب يتطوروا يا اخويا امال انا مسكت فعطوة وعواطف عشان يقعدوا معايا ليه انا خايفة في يوم ابصة اومنوك كنا لقيهم مسكني سكاكين بصر يا رب اشتتان اشتوت سماح يالي السماح السماح يالي السماح يا اختي يا رب ما كنتش مصدقة ان خالتي هيطقي صدرال المصاريف دي كلها كل مقلعة على حاجة بلاش يا خالتي تقول لي ابدا مش هأثر معاك في حاجة ابدا يا عواطف يا بنت اختي كتر خيرها متاهل انها بتحبيني قوي يا كوسر طبعا مش بنت اختها يا عواطف انت ليس ازعلانة منها انا لا ابدا السنة مقدرش ازعل زي الناس يا عواطف ساعة الفصل من دول لما بيحصل ببقى بعاية متهيقلي اني حموت من كتر العيات وبعدها بشوية انسى كل اللي حصل لدرجة ببقى متغزى من نفسي تبقى طيبة وقلبي كبيض إلا بالحق قوليلي انت ما تجوزتش لحد دلوقتي ليه لحد دلوقتي ليه وانت فكراني قد ايه عواطف يوه مش قاصدي اصلي انت حلوة واخلائك كويسة و ما بقاش كفاية الكويس والحلو اليومين دول وفي الاهم مستريح اللي معي فلوس لو معي فلوس كت كل حاجة تحلت دواء امي ومطريف اخواتي وشكلي ولبسي وابن الحلال اللي تايح مش شايدك القرش هو المعدلة يا عواطف هو اللي غرب ابويه وقطع اخباره هو اللي مرخصني ووقف سوي لكن انا حجيبه ايوه انا كنت نزل النهاردة الصبح عشان ينفس كلامه قابلني باشكه وحصل اللي حصل لكن من بكرة حنفسه انا 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 مقدرش يعمل جدعى يا عواطف لو عملت جدعى اخواتي حيبوع وامي حتموت كاوسر مالك يا كاوسر انت بيت خاطره فيه وليه لا مش يمكن عايزين يساعدوهم بصحيحة ولو حتى مش عايزين مدام انا مش عارفة غرضهم يبقى خلاص منش غلطانا يبقى هو يبقى ربنا هو اللي عارف كاوسر مالك يا كاوسر كاوسر مالك مالايش مالايش معك الجنسها فيها واطفة كاوسر كاوسر مالك يا كاوسر بسم الله الرحمن الرحيم فيها عواطف مالها كاوسر مش عارفة يا خالتي كانت عملا تصراحلي وبتتكلم زي الليبليب بصت لقيتها وعت ومحطتش مانتها يعني امك يا بنتي بسم الله الرحمن الرحيم كاوسر خالتي بقول اه اجيب باصل عند الشهط حتى مناخرها يا بيت سكوتتي مش وعدة الاكل يا جمز عايزيني ممه هنالة دين الاكل يا جمزي الاكل يا جمزي انا عايزي لماما حنال اثنان يا جماعة من فضلكم اعملوا معروف عايزين تاكلوا؟ تفضلون جوا نجيب لكم لحمة كباب فراق سمك لبن تمرين دي اي حاجة بس ارجوكم بلاش الزيتها دي مين ده ازدانا؟ انت ما تعرفوش؟ ده مجنون اتحية ام كشير الوردياني؟ الوردي اه ومين اللي شغلوا عندي في السوبر ماركت؟ تلقي جابوا وسطة من واحد جنيني نعم جنيني تبعتو چشتقلوا علي انا؟ تشغالوا علي شغل الهابت بتاعكك دا؟ لأ اه أنا الورداني عزيز الورداني انا ممكن اجيب لكم البريس ولا عايزين اجيب لكم بتوع الخانكة الخانكة يا عطا الخانكة يا خانكة يا خانكة يا عاطر النادة الغنكة يا خانكة Starbucks باشار الهكوسة من سرعة أستاذ ورداني وليس كتل مصوصف أستاذ ورداني أتطلق يا ربالة عادلة من يا ساعة أتطلق يا ربالة سيدان يظهر أننا واقفين هنا غلط لا مش غلط يا قطة ما هو دلمات راحي اللي أنا شفته في المنام شوف ما هو يا إما تسحى باللحاف عليك يا إما تسحى من النوم اربي ربالنا وفقنا ماذا؟ ما تدلعها يا ستة كوسر؟ مش اسمك كوسر برضو؟ أيوة دكتور طيب قوليلي يا كوسر كالتي أي النهاردة؟ أخذت كوباية شاي الصبح الصبح؟ يعني ايه ما أكلتش حاجة النهاردة؟ لا يا دكتور معقولة دي؟ ده احنا بينا بعد العاصر وكانت نفسك مسدودة لا أصلي أصلي النهاردة كان الفرح عطوى وعواطن وتلخمت معايا الدخل دي جات لك قبل كده كوسر تلت مرات يا با تلت مرات وما ودي دعش للدكتور ودي ناها يا دكتور وقال إن ما عنديش حاجة شوية ضعف يعني شوية ضعف هو كده فعلا يا كوسر عشان كده انت تروحي على طول تلوقتي تأكل كويس وترتاح وتأكل الدوة اللي أنا حكتبولك في الرشيدة ده وتيجي بكرة الصبح عشان نعملك شوية تحاليل هنا في المعمل بتاعنا أيوة دكتور بس ما فيش بس الكلام اللي أقوله يتنفس بالحرف الواحد اسمع كلامه دكتور وبعدين ما تقلقيش التحاليل هنا مجانا يعني الرشيدة دي تصرفيها ها ياه الآن زي يا مهر الحمد الله على السلامة الرشيدة معاك الحمدوة أيوة بس حاجة تماخول أوه أستاذ ورداني ايه؟ الدكتور قال لي خدوا الرشيدة دي وخلي رجب يصرفها من الأجزخانة بتاعتنا رجب أصدي رجب مين؟ والأجزخانة بتاعتنا دي فين؟ هات يا أخويا واقعد فكر فيها على مهلك ستكوسر انتي تروحي وتاسبايا على البيت وأنا حصرفك الدوة وأجيبهلك متشكرة قوي يا أستاذ ورداني ما تتعبش نفسك لو سمحتها ترشد مش ممكن إزاي؟ أنا حصرفه روحه اسباكه انتو يا جماعة بس خلوها ترتاح ما تقفش على رجليها كتير يلا ياخد اسمو دي عند حق يلا ياخد اسمو دي اسمو دي ورداني ورداني إيه بالأخير يا بنت ما تضال دي روزيزان مش ماشر يا عواصر يا عواصر يا عواصر يا عواصر أكونش غابي ومش حاسس طب نفكر فيها تاني الدكتور غمازل بعنيه يعني كده وكده حلوة حندوق حلوة طب والأجزخانة ما فيش عندنا أجزخانة وما فيش رجب آه تبقى الرشيدة دي مكتوب فيها أي كلام والمريدة مش محتاجة داوة ما انت عارف يا أمين في الحلد التحليلات هالي بتدوب على كل الأسئلة ايوة طبعا أنا عارف منس بني وبينك أصلاني سمعت ترطيش كلام كده عن كاوسر ديت وعن ظروفها يعني أنا عملا بعتقد إنك لما حتشوف نتيجة التحليل يمكن توصل لمفاجأة مذهلة ايه حلقة الطفيل اللي انت اكتشفته في ناوسة مثلا بتبتري يا أمير بتبتري يا على كل حل قديني سبتها وجيت لك بتتفرج عليك شوية بتتفرج على نفسي شوية ودينا في انتظار بقى تحقيق النقابة وتقرير مصيري طيب افرد يا أمين النقابة قررت إنك مزند وقدنتك وقررت على أسوأ الفروض يعني شبك من سجل الأطباء العاملين ومنعتك من مزولة المهنة بعوزوا بالله منك يا أخي انت على طول كده لسانك بنقط عسل أنا مش بتنبأ أنا بفترض 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 يا خالة افترض ومعلى كل حل بسيطة أنا ممكن أبيع الكم فدان اللي عندي في البلد نباحهم وبفلوسهم ممكن أجي مصر هنا وأعملي مشروع تجاري يا شغلانا يعني أو يا خواه خطوب في البنك دول ممكن يدوني عليهم فايدة 12% حلوين أوي 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 ممكن أعيش بيهم عيشة معقولة جدا وبأغاني بقى في الحالة دي بعد شوية ممكن أتحول لبرج جهازي صغير أو لمثقف منعزل قاعد بيتابع عروض المسرح والسينما والتلفزيون ويصادق ناس من نفس النوع يتشدقوا بنفس الكلمات وعلى فكرة ممكن كمان ممكن يعلموني البليارد اللي أو أو البريتج مثلا حلو قوي وبعدين يقاطع الزواج وده شرط مهم جدا وأحيانا بقى أحيانا يتابع ما يحدث في شارع الفوال حيث تتجمع كل المتراقضات وتيل خمس نجوم في الميدان ومشروعات المالط في الجنينة الفن السياحي من ناحية والازدهار بتاع مشروعات الفراخ من ناحية تانية وفي الوسط بقى في الوسط تأتي مؤسسة شريفة النواساني بتقاوم بتقاوح بتلفظ أنفسها الله في أحلى من كده حياة مرحبا يا سيدي بقرارات النقابة وأهلا أهلا بالحياة السهلة اللذيذة وأمين الطبيب صاحب الرسالة بتتحك على يمينة ماهر لسالة إيه؟ أنا أمين شحاتة بتاع ناوسة ومش ألبرت شفايتزر شفايتزر ده كان خارج من مجتمع متحضر انتهت مشاكله راح أدغل أفريقيا علشان يدفع ضريبة التقدم والحضارة إنما أنا وأنت أمين شحاتة ومهر عبد السلام طبيب الأرياء في المحبط وطبيب الحارة اللي في طريقه للأحباط يا راجل تتكلم فيه؟ احنا جايين منين جايين منين وراحين فين ساتر يا جدع ده انت مش بتكتر مرارتك انت بس ده انت عايز تفردها علي أنا كمان يا عم أنا ما بفردش حاجة على حد فوت فوت اللي بقوله اسمع من الحياة دي وفوت من الحياة دي انت اللي أكبرتين يقول كده على كل حل خلينا في المهم اللي ورانا المهاردان فرح عواطف وعطوان فيش فايدة يا باشك فيش فايدة مش لقيها وبعدينة زي مش عارف ان اللي مزعلن ان عطو طلب مني اجابة علشان تزغرطه وطلب مني ارقص قدام زفته طب ما تبلغ البوليس بوليس يا راجل انت وانا عاجز يا لقى امراتي انا بكرا الصابح اطلع على اسكيندرية ليه هقرايب هناك من بعيد صحيح يا مكيتش بتودهم لكن ايه منعارف منعارف يمكن لما الدنيا دقت في وشها ما لقتش غيره على فكرة انا سألت المأزون اللي رحنا نتفهم معاه علشان فرع عطوة قال ان اليمين المشروط ما بيقعش يعني اللي قوله امراته لو عملتي كذا تبقي طالق يمينه ماينفعش عالعمومة انا هروح اصلي المغرب في جامع السيدة وابق اسأل الشيخ هناك زيادة في الاطمئنان المهم ما لاقيها يا باشك لا لاقيها الباقي بعد كده سهل اذا كان يمين يوقع اردها ماوقعش ابق احمد ربنا واستغفره عشان تتعذ وتعرف ان الله حق اه انا مفتاري انا مفتاري وظالم اش عارف اش عارف اعمل في نفس ايه اعمل في نفس ايه امام وتلا خلاص الدنيا ما عدلقاش طعم العيشة ما بيتسليش طب انا روحت الكوسة نخطوبها ليه عشان ايه نايصني ايه اعيان ربنا مش رايد ثم انا حامل بيهم ايه يعني حرصاصهم قدامي واسرح بيهم في الحارة ولا حسيب لهم ايه فتوانة وجدعانة وفقر للركب يا رجل واحد الله ما تعملش في نفسك كده اسكت يا باشك اسكت ده لا حطرشا نفسي تحصل حاجة اي حاجة اي كرامة تخلي للدنيا طعب حتى الحاجة الحلوة راحة يا طرى انت فين يا شمس مش عايزة تاكل ليه لا لا ما تعنديش نفسك مال وكل لقمة مش عايزة تحب ياطلوب لكوبات شاي ولا حاجة سعب للاكل مش عايزة ما انا عايزة ايه مش عارفة تحب جابلك زين؟ ما تخفيش انا هفاهيمه على كل اللي حصل ومش خليه ميت يدو علك ويئزيك لا 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 مالاش آمل معروف مالاش مالاش لو عايز تخدمني صحيح معانين اط علي تذكرة لاسكندرية غالي والطلب رغيص الساني يا احنا هلو? مين؟ سعدت البيه؟ ايوه سعدت البيه ايوه فنن كل اوامرة كتنفزت بالحرف الواحد يا فنن نعم؟ زين ده لازم يكون اول واحد في الشارع يبيه لو باع هو الكل حيبيع هادي فلصتك الكبيرة يا ابو علي لو نجحت هتبقى اكبر منتج سيمة في البلد لحظة يا حسن الاستاذ عبد الرافع مختار طب فين الملف؟ اوه فين خليه ادخل حاضر طب يا ابو علي مع السلامة انا مستني اخبارك اهلا بالكاتب العظيم بس يا خير اتفضل يا استاذ عبد الرافع مختار مش كده؟ اعتقد انك عارف اسمي كويس طبعا بس انت كمان عارفني كويس؟ اكتر مما تتصور تعجبني كلامك حاضر وردك في التمانيات الاستاذ عبد الرافع انسان زكي جدا يا ساعدت البيت اول ما قلت له ان ساعدتك عاوز تشوفه رحب فورا مش ترحيب يا استاذ انا كنت عارف انه من المحتم حدوث مواجهة بينه بين السيد عشور سيد عشور ما علينا انت شرفت يا استاذ بغض النظر ندخل في الموضوع سخن اوي طب استنى لما انحييك الاول اتفضل يا استاذ عبد الرافع متشكل مش حاضر ااخد حاجة ازاي بقى؟ دي حاجات اخر منجاها قل له عالتوحف اللي عندك ازاهرة كل حاجة موجودة يا ساعدت البيت عيلة بسكسيداون مستوردة مارونجي لسي فونداما أورديفري زي ما انت عاوز سيجار هافانا لانجوست سمون في مية كافيار ايراني وروسي واضح ان تمني في البورسة عالي اوي تسكى عالطلبات يا زهرة اخونا عبد الرافع طلع ابن بلد وما بيتخضش من الحركات دي ويفضل الدخول في الموضوع على طول ماشي انت بقى لك كام يوم يا استاذ موسط جنرجية بتوعك يعني يشدوا السلخة علينا ويحربونا في اكل عيشنا عشان ايه دا كله؟ عشان عايزين نمنجه الناس نرش عليهم نغير الشارع وننقله على وش الدنيا دا التقدم مش مؤسسة الهابل بتاع شريفا النوساني المدارس ماه كتير والمصانع مالية البلد والمستوصفات زي الرز عملنا بيها ايه؟ لسه الجاهل زي ما هو ولسه الناس بتاعي ولسه الادم مش طايلة عشوب ايه؟ انا ما عنديش استعداد ولا وقت اناقش قضايا معاك انا افضل الدخول في الموضوع مباشرة ولا انت عندك وقت ولا استعداد تفهم اللي ممكن اقوله عشان كده باقول ندخل على المهمة مصمم؟ واهو كذلك شوف يا ابني انا عندي مطبعة ودرنش اديهم اوامر يتبعوا لك كل قصصك وروياتك حتى لو حبيت تطلع كتاب كل يوم ومستعد دا عمل معاك وقود حديلك في الكتاب الفين جنيه واخدلك كل قصصك وروياتك اعملها افلام في السيمة اعمل لك بروباجندا اخليك في بحر سنة واحدة اشهر من اجيب محفوظ مش دا اشهر واحد عندهم ها قلت ايه انا مستني لما اتكمل كلامك كلامي خلص لسه لانك ما قلتش عايز مني ايه في مقابل دا كله ولا حاجة عايز ولا حاجة ولا حاجة دي معناه اني معاملش حاجة خالص عليك نور انت تكتب قصص ورويات وتاخد فلوس ولا لك دعوة ولا بمؤسسات ولا حد من اصله للأسف يا عشور بيه عرض الجام متأخر قوي متأخر ايه وبدري ايه ما تروى امال يا ابني تصدقني يا عشور بيه لاني في استجواب عن الموضوع متقدم في مجلس الشعب ومش كده وبس انا لسه جاي دلوقتي من مكتب السيد المحافظ صدر قرار بالتجاوز عن المخالفة في مباني المؤسسة واتلغى قرار الازالة ودلوقتي عن اذنكم عشان عندي فرح لازم احضروا دا بيهوش يا سعد البين مش ممكن يكون دا حاصن واضح من لهجته وثقته بنفسه انه ما بيكتبش ودي حاجة مش هتستخبه زهير احنا لازم ندخل بتقلنا ونبطل محاورة من بكرة انت ومايك وحسن ومونير والرجالة كلها هجوب ع الشارع اللي مالك لازم يبيع واللي ساكن لازم يعزل مبروك يا عبد الرافع هاي لك هاي لي عبد الرافع هاي هاي يا زيلي ما اجيبها اللي ارجالها الحقيقة انت عملت موجه زي عبد الرافع لا تبالغو في مديحي حتى لا ينطر مش فهمة انت بتبالت لبعض انت مش فهمة ايوة ماني كنت هاخترح عليك انروح التهاد يا جدا واني هشرح لكل حال لا انا عايز ارفع ماني هون حلفا حلفوا مبروك يا عوار انا جدي برضي يا صمصر مش الدكتور محرج عليك تبكر ايه انا بايز ارفسانها اهو سامعوا اش سلام يا جدا سلام يا جدا الفرح عبر الفرح فرح حتتنا شارع الفوال وجدعان شارع الفوال دكتور امين ستة شريفة شبانة واهود باشكا باشكا كشكا الثقافي والمثقفين دوء يا مزيجة كما هون السعيدة السعيدة وكمان السعيدة المجدع والمرجلة والمفهومية وأبو البلديات عطوى أبو البلديات عطوى وعرستة والمعلمة زوبة وبخمص للشراح شراح وبخمص للشراح كمان شراح كمان واللي موجدون كلهم كلهم وانا وانت على الله ركسيني فايباً فلاك جميل قوي القهوة جاية القهوة جاية الفرانين فرانين المعلم زين الدكتور أمين أمين عطوى عطوى عرستة وانا وانت وانا وين يا جدعان يا جدعان يا جدعان عملكم 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 كلكم يا جدعان إلا Roth انت ابت عاية سوارداني انا عملكم انا مبسوط او عشي الباية وهو اللي مبسوط يعاية السوارداني اللي فرحه الليلة يا شي الباية بيسعد لما بيلاقي الناس فرحانة ويعيش على فرح الناس معلش يا سؤال دان بكرة كلنا نفر سمع هوس حي السيدة سيدة حي السيدة سيدة ولاد البلد العترة عترة شارع الفوال وضيوفه حبيبه حبيبه اللي بيكرهونا لا لا الناس النضاف اللي ملهاش في العقل اللي دخلين على جشع وطمع لا لا نعلم عطوا وعرستو الأمر أمر وانا وانتي فرقصنا يا جدع موسيقى 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 كتب يا مهاجد هتعاول لعب محروف وانتو تعرافو المحروف يا كفره الاني حاسن به وفين يا هاتحسن به بتاع عبداء عايز شوفهش اهنا استنين تحسابي بعدين اههههههههههه اهههههههههههههه وخاد قولي سيادك ياد ان اللعبة بتاعته منكاشفه ايه.. ايه على زيل وطا ديشت عمسك في داية يا زيل انا يا زيل انا حكي لك عن كل حاجة انا عارف كل حاجة روحي بيت تسفيني بره اه فاهم؟ روحات قلوهم زيل مش هيبيح ولا اي نافر في الشارع هيبيح فاهم؟ احنا قد مش هنبيع ولا حننباع